اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة وليل عهد نائب القادر الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مواصلة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما يسم في تنوع قاعدة الاقتصاد الوطني ويوفر مزيدا من الفرص النوعية التي ينعكس أثرها الإيجابي على المواطن لبناء مستقبل أفضل للجميع مشيرا إلى استمرار العمل على توسيع أطر التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الإيطالية الصديقة بما يسهم في توفير الفرص الاستثمارية الوعدة ويفتح مجالات أوسع وأفاق أرحب للتعاون الثنائي بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعا وقال سموه أن البحرين تتجه نحو تكريس مفهوم الاقتصاد النفطي الذكي عبر تعزيز مقوماته التقنية بشكل أكبر واستمرار الاستثمار في مواردها وضمان استدامتها لتكتمل جميع مقومات النجاح لتحقيق النمو الإيجابي الذي نطمح له دائما بما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطن جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة حيث رحب سموه به منوها بأن مملكة البحرين مستمرة في رفض مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بالإمكانات اللازمة لمواصلة تحفيزها بما ينفع بعجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة في ظل ما تشهده البحرين من وطيرة متسارعة في التطوير والتحديث تسهم في استقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية الوعدة مؤكدا سموه على أهمية مواصلة وضع البرامج والمبادرات التطويرية الرامية إلى تعزيز البيئة الداعمة للنمو الإيجابي للاقتصاد الوطني بما يحقق تطلعات المواطنين ويصب في صالح الوطن